بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابنائي بناتي مع درس جديد من دروس مادة التاريخ ومراجعة على الفصل الرابع الاسبوع الماضي كنا توقفنا عن تصريح 28 فبراير اللي اصدرته انجلترا انجلترا اصدرت هذا التصريح ليه اصدرته من طرف واحد لانها تعلم ان الشعب المصري بيرفض الحماية البيطانية وقامت بنافي سعد زغلولي جزيز سيشي لانها تعرف ان سعد زغلولي بعارض هذه الحماية البريطانية طيب التصريح بيمص على ايه بيمص على انهاء الحماية البريطانية على مصر وان مصر دولة مستقلة نظام حكمها ملكي وراسي سيادي طيب انجلترا من حقها تحتفظ باربع تحفظات حق بريطانيا في تعميل مواصلتها حق بريطانيا في الدفاع عن مصر حقها في حماية الاجانب والمصالح والاقليات حقها في التصرف في السودان تبقى لاتفاقية الحكم السمائي طيب التصريح ايه موقف الشعب المصري منه الشعب المصري رفض التصريح لانه بيحتوي على اربع تحفظات التصريح ليه ايجابيات وليه سلبيات سلبياته ان فيه اربع تحفظات لكن ايه ايجابياته انه هو اصبح لمصر وضع سياسي جديد ايه هي ان مصر دولة مستقلة وداخليا مص بقالها دستور واترفع لقب حاكم مصر من سلطان لملك فاصبح السلطان فؤاد يسمى الملك فؤاد فيه هنا حتة مهمة بناءا على التصريح وبناءا على دخول مصر مرحلة الحكم الليبرالي وان الحاكم مصري وليس حاكم اجنبي الملك اللي هو اتغير لقبه من سلطان لملك اللي هو الملك فؤاد اصدر امر بتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد للملك طبعا بعد ما صدر الدستور وده كان كويس جدا لانه ينص على ايجابيات عظيمة جدا اتدخل الملك وخد من حقه السلطات ليست من حقه يعني تعالوا نشوف مع بعض الدستور ينص عليه الدستور بيمص على عدة مبادئ اللي برالي بيمص على اول حاجة ان الامة مصدر السلطات يعني بمعنى ان النواب اللي هو بيمثله الشعب وهم اللي في ايديهم يقولوا الوزارة في اي وقت ويحاسبوها والملك مش من هو اللي حقه يحاسب الوزارة رجع الملك خد من حقه سلطات زيادة اصبح من حق الملك حق اقالة البرلمان وحق تشكيل الوزارة في اي وقت يعني كده الملك كده نقدر نقول ان الدستور فيه نصوص متنقدة متعارضة في نفس الوقت بيقولوا الامة مصدر السلطات رجع الملك وخد من نفس السلطات ليست من حقه بنجد ان الدستور فيه ايجابيات تانية من ضمن ايجابيات الحريات حرية ابداء الرأي حرية الصحافة حرية العقيدة وكمان حرية الاجتماعات والدستور نص على المساواة ان الجميع متساوين امام القانون في تمتب الحق المدنية والسياسية والجميع متساوين من حيث الملكيات وحرية الفكر ويعني يا ضوبك فقط هو هيبقى فيه رقابة على الصحف من اجل حماية المصريين من الافقار الهدامة الدستور خد طبعا بمبدأ فص السلطات وان الامة مزه السلطات بس الملك زي ما احنا قلنا انتزى على نفس سلطات فكده الدستور يحتوي على نصوص متنقضة متعارضة المهم بناء على الدستور تم اجراء الانتخابات وفيها الانتخابات اللي تمت ايه اللي حصل ساعد زغلول اللي هو حزب الورد فاز بنسبة 90% فقام بتأليف اول وزارة شعبية دستورية وبنجد ان وزارة ساعد زغلول مصر يعني عاشت في زلها في عدة انجازات نجي نقول ما هي انجازات وزارة ساعد زغلول اولا تم الرقية بشؤون البلاد سياسية الاقتصادية اكتماعية من خلال فصل العملة المصرية عن عملة برطانية بعجول جزء من الاراضي للفلاحين وزيادة نيزانية وزارة المعارف ووضع مشروع قانون للتعليم الاجباري وتم سبغ الإدارة المصرية بالسبغة المصرية عن طريق احلال المصريين محل للموظفين الاجانب وتم تخلص الحياة الاقتصادية من السيطرة الاجنبية وتشجيع الحركة الوطنية في السودان طبعا السياسة دي ادت الى اشتعال الحركة الوطنية في مصر والسودان وده ادى الى غضب الحكومة البريطانية لانها كان بترمي لفصل السودان عن مصر ساعد زغلول انجلترا دخلت معافة مفاوضات اسمها مفاوضات ساعد مكدونالد انها عايزة تخلي ساعد يعترف بسلطة انجلترا في مصر ولكن ساعد مصمم على عدم تدخل انجلترا في مصر ومصمم على عدم بقاء قواتها في فنطية القناة فبالتالي المفاوضات فشلت فكان من نتائج فشل المفاوضات قيام بعض المتطرفين السياسيين بقتل حاكم السودان العام اللي هو قائد الجيش المصري هناك في السودان طبعا اسمه سردارلستاك يعني الناس الوطنيين دون المفاكرين ان هما بيخدموا القضية المصرية ولكن اغتيالهم للسلستاك ادى الى الحق الضرر ان انجلترا استغلت مقتل السلستاك وقدمت عدة مطالب ساعد زغلول انه يدفع نصف مليون جليه تعويض ان مصر يسحب جيشها من السودان ان انجلترا تحتل جمالك الاسكنداري طبعا ساعد زغلول رفض وقدم استغلته يعني ايضا نقول حادث حادث مقتل السلستاك ادى الى صغوط اول وزارة شعبية باللمانية منتخبة ونقدر نقول ان الحادث ده ادى الى حدوث انتكاسة للحركة الوطنية المصرية لان طبعا انجلترا انتهدت بفرصة عشان تبدخب في شؤون البلاد ويمكن ساعد زغلول رفض ذلك وقدم استغلته المهم ان الملك فؤاد انتهز الفرصة وقام بتعيين وزارة اقلية استجابت لمطالب انجلترا اللي هي وزارة مين وزارة زيور وزارة زيور بقى دي من وزارة الاقلية طبعا الملك هو اللي جابها بدون انتخابات نسميها وزارة اقلية ساعت احوال البلاد في عهد وزارة زيور ويعني نقدر نقول ان الملك تلاعب بالحياة السياسية في عهد هذه الوزارة ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ الوزارة دي عملتين اللي هي حكمة البلاد حكما ديكتاتوريا بناءا على اوامر الملك قامت بحل مجلس النواب الجديد وكده الملك عبز بالدستور وبعدين تاني حاجة قامت باجراء انتخابات جديدة وتلعبت فيها وقبل كده حزب الوفد فاز فقامت برضه غزير الوزارة بحل البرلمان المرة التانية انتهى الامر بايه بقى؟ ان كده بحصلت انتكاسة في الزل وزارة مين زيور ملك في وقت بدأ يتلعب الحياة السياسية الشعب عملي بدأ يرفع شعار الدستور بجانب الجلاء يبقى هنا الشعب دي موقف من وزارة زيور وجماعة السياسيين اللي هم موقف من وزارة زيور ايضا يبقى الشعب عارض والسياسيين عارضوا وهنجد ان بجال السياسة عملوا اقتماع في فندق الكونترنتال ويقرروا فيه رفض مطلب الملك ان هم رفضين مطلب الملك بحل مجلس النواب وكمان بيلفضوا وزارة زيور ويقولوا ان احنا متمسكين ان احنا نواب عن الامر يبقى هنا الملك لم يتمكن من السيطرة على البلاد فانجلترا ضغطت عليه وطيبت منه عادة الحياة النيابية والانتخابات فتم اجراء انتخابات جديدة النتيجة ان كل الاحزاب لم تتنافس مع حزب الوفد ففاز حزب الوفد بمقاسة ساعد زغلول والمفروض ان هو يشكل البرلمان ويشكل الوزارة جاء ساعد زغلول يشكل الوزارة انجلترا اعترضت وهديدته بضرب مواني الاسكندرية والتلاقل بشؤون بلاد فساعد زغلول رفض وراح متنازل طبعا عن الوزارة لمين اللي عادل يكن طبعا ساعد زغلول اكتفى النواب الرئيس مجلس النبي هنا نجد حاجة بقى شوية وساعد زغلول سيتوفى فاول ما ساعد زغلول توفى حصل انقلاب على الوزارة الاتلافية اللي عملها عدل يكن دي اللي هو ساعد زغلول كان طلب من عدل يشكلها وسميناها اتلافية لانها اتلاف اكتر من حزب طيب ايه اللي حصل بعد ذلك لما مات ساعد زغلول اللي حزاب كلها خرجت من الاتلاف مع ساعد زغلول فسقطت الحكومة اللي موجودة وكلف الملك عبدالخالق صار وقت ان هو يمسك الحكومة ما عادش كثير وبعدين استمنت الايام حتى جاء محمد محمود محمد محمود ده لو تجينا اتكلمنا عنه هنجد ان هو من ضمن وزارات الاقلية وهنجد ان محمد محمود ده كانت وزارته مع وزارة القبضة الحديدية لان في عهده اشتعلت البلاد يعني بالعنف وحول مصر يا سجن كبير وقام بحل البرلمان ومنع حرية الصحافة والرأي استمر طبعا المعارضة لوزارة محمد محمود لان بعد وزارة محمد محمود الملك حاب يرجع الحياة السياسية مرة تانية فخلي عقلي نمسك الوزارة ويعمل الانتخابات فقالت وزارة جديدة كان هذه الوزارة انها تكون لها بتستعمل تستعملها يعني مدينية تعدل الأمور ولكن للأسف هذه الوزارة برضو ما استمرتش كتير ليه بقى احنا قولنا وزارة محمد محمود قبضة حديدية الوزارة تتعدل أخل مؤقتة وبعد كده تم إجراء الانتخابات فمين فاز النحاس النحاس ما عادش أكثر من خمس تشهر الوزارة اللي هي قاعدتها النحاس خمس تشهر إيه السبب ذلك لأن الملك بدأ يضع أمامها العراقيل ويمنع أي مرسيم إنها توصل للنحاس ويمتنى عن التوقيع على المرسيم أو الأوامر فالنحاس قدم استقالته جات وزارة مين؟ جات وزارة إسماعيل سدقي إسماعيل سدقي فرض على البلاد حكماً ديكتاتورياً وقام بحل البرلمان ووقف دستور 23 وعمل دستور جديد اللي هو دستور سنة 30 وبنجد إنه هو كمان عمل حزب بنفسه اسمه حزب الشعب إيه بحنا كده بنقي إن محمد محمود زيه زي إسماعيل سدقي بالزبط حكم البلاد هنا حكم ديكتاتوري وقلنا محمد محمود القبض الحديدية إسماعيل سدقي اسمها وزارة الأوتوكراتي اللي اتنين حكم مستبد وبدأت البداية بوزارة زيور طيب هنا في حاجة حصلت إسماعيل سدقي الناس بدأوا يعرضوا فنتيجة للمعارضة الملك شالو وتوالت الوزارات حتى جاءت وزارة توفيق نسيم وفي عهد وزارة توفيق نسيم حصل إيه بقى حصل توطر للموقف الدولي لأن إيطاليا استولت على الحبشة فأصبحت بتهدد مص من جهة الجنوب زي إنها بتهدد مص من جهة الغرب هنا طبعا المصريين بكيادة حزب الورد أرادوا توقيع معاهدة جديدة مع إنجلترا لذلك تحفظات الأربع ولكن سماوي الهور رفض أن يوقع معاهدة مع مصر فهنا ماجت البلاد طبعا بإيه؟ بالصور لأن سماوي الهور قال إن بريطانيا تفضل التعامل البحرية مع المصريين فنتيجة لذلك قامت صورة 1935 ومع قيام صورة 1935 إنجلترا استخدمت العنف ولكن عندما وجدت عدم موجود في عيدة استخدام العنف هو فقط على التفاوض مع المصريين وتوقيع معاهدة جديدة بدلا من الحفوظات الأربعة ونجد إن في هذه المعاهدة اللي هي اسمها معاهدة 36 هيبقى في العلاقة بين مصر وبريطانيا علاقة التحالف هنتكلم بإذن الله عن المعاهدة ولكن في الحلقة القادمة وبإذن الله حتى نلقاكم في الحلقة القادمة ومراجعة مادة التاريخ هتمنى لكم كل التوفيق والنجاح كان معكم محمود عطية ومع تحيات محمد عبد الروف مهندس صوت وتحيات محمود سالم المشرف المشرفة